بدأ العد تنزلي لرحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبات التوطر يطارد الجميع البريطانيين والأوروبيين على حد سواء بعدما بات شبح الخروج من دون اتفاق هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في خضم إصرار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الالتزام بالموعد في الحادي والثلاثين من أكتوبر وتصلب في موقف التكتل الأوروبي توطر أذكاه جونسون بقراره تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع من منتصف سبتمبر حتى الرابع عشر من أكتوبر أعتبره مراقبون محاولة لقطع طريق على النواب من عرقالة هذا الرحيل قرار كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أشاد به معتبراً جونسون رجلاً عظيمة خطوة تاتي في إطار سياسة لي الضراع مع المعارضة التي تعتزم طرح مشروع قانون بالبرلمان لاستبعاد خروج غير منظم الثلاثاء بينما يسعى زعيم حزب العمال المعارض جيريم كوربين لسحب الثقة من رئيس الوزراء مع انتشار شائعات قوية باحتمال الدعوة لانتخابات عامة قبل موعد الخروج لكن جونسون رد عليها بأن فرص التواصل لاتفاق مع الاتحاد تتزايد مطالباً بمواصلة بريطانيا أجندتها دون الدعوة لانتخابات لا أريد انتخابات ولا تريدونها دعونا نعمل على أجندة الشعب بمحاربة الجريمة وتحسين الخدمات الصحية والمدارس وخفض تكاليف المعيشة لندع بريكزيت يتم بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر كانت العديد من المدن البريطانية قد اشتاحتها مظاهرات حاشدة احتجاجاً على تعليق البرلمان وصفة القرار بالانقلاب على الديمقراطية موجة تنديد واسعة لكن الحكومة قالت ان تعليق تم الى حين عرض البرنامج السياسي لجونسون خلال كلمة المالكة إليزابيث مشيرة الى ان البرلمان يتعطل عادة اواخر سبتمبر مع عقد الاحزاب مؤتمراتها السياسية وتحسباً لاي تصدع داخل الحزب الحاكم هدد جونسون في مقابلة مع صحيفة سندي تايمز النواب المتمردين بالطرد من الحزب ما لم يساندوا خطته للخروج مشيراً الى ان هناك متسعاً من الوقت للبرلمان لمناقشة خطته قبل موعد الرحيل الذي تأجل مرتين ويسعى جونسون الى ازالة الترتيبات الخاصة بالحدود الايرلندية والمعروفة بشبكة الامان التي تهدف الى ابقاء الحدود مفتوحة نقطة شائكة شدد ميشيل بارني كبير مفاوض الاتحاد الاوروبي على عدم قدرة التكتل على الوفاء بطلب بريطانيا بشأنها مشيراً في صحيفة سندي تيليغراف الى عدم تفاؤله حيال تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق سجال قد يكون الاسبوع الجاري هو المحدد للوجهة التي ستمضي بريطانيا اليها فاما ذهاب الى صنديق الاقتراع او التسليم بخروج فوضوي وتحمل تداعيات الرحيل لبرنامج هونرياض شادي انور